تستضيف مصر في الثالث عشر من يوليو الجاري مؤتمر قمة دول جوار السودان يبحث المؤتمر سبل أنهاء الصراع الحالي والتدعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنصيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن صدافة مصر للمؤتمر تأتي في ظل الأزمة الرهنة في السودان وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل شكرا